السلام عليكم ورحمة الله احنا بدأنا في العشر الأواسط من رمضان نتكلم عن ازاي نعيش في جنة الحياة الدنيا اه جنة انا دايما بقول ولمن خاف مقام ربي جنتان ففي جنة في الدنيا ممكن يدخل فيها بعض خلق الله زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدخلوا عليكم ورجعوا من اهل الجنة فدخل عليهم ثلاث مرات والراجل كان عايش في جنة لان صدره كان سليما وحضرت النبي قول عن مجالس العلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ففي جنة في الدنيا اسمها جنة الانس والودات وممكن تكون الجنة دي ندخلها بنعمة العلاقات الانسانية في حياتنا لما نعيش فيها بسلام لما ندخل في العلاقات بسلام آمنين لما ندخل بسلام آمنين في العلاقات احنا عايشين في الجنة وسلام النهاردة اللي احنا بنتكلم عنه هو اساس الامان والمحبة المخلصة ما بين الناس وهو ده تليبين ولاد الاصول عارفين ولاد الاصول هو اصل من اصول الترابط المجتمعي سلام النهاردة هو السلام اللي بيحس الانسان انه هو ما بين بن قدمين بن قدمين بيحسوا بان العلاقة مش لحظة وانتهت لكن العلاقة دي حياة وعشان كده سلام الوفاء هو السلام اللي بيخلي الناس تحس بقيمة حياته النهاردة هنتكلم عن سلام الوفاء يعني قدي ايه الانسان بيحس انه لما الحاجة تقدر والحاجة تظل تعيش في قلب من يحيا معه وانه حمله هذا الجميل وانه هو محتفظ بسرطه في قلبه وانه هو مازال يعمل له حتى مع غيابه قيمة عجيبة بتحسس الانسان بانه حاسس بان حياته ممتدة الوفاء يا سيدي قيمة من اعلى القيم اللي موجودة في الانسانية قيمة بتدل على ان الانسان ده انسان بما تحمله الكلمة واكتر سلام محتاجين لي نعيشه الان وبشدة فعصرنا ده هو سلام الوفاء لما نيجي نقول ان العلاقات زاد فيها الهشاشة ومش بس الهشاشة وزاد فيها الغدر وزاد فيها الاستبياع ان الناس ما بقوش عميمهم مع علاقات خالص ببقى الاحتياج لسلام الوفاء احتياج ملح عارف احتياج لسلام الوفاء ده ممكن يكون من واجبات الوقت يعني واجب فيه ناس مننا بيمروا عليهم رمضان وفي قلوبهم واجع واجع من نوع خاص بيتصل بقضية سلام الوفاء وواجع القطيعة حد حصل له قطيعة حاسس بالوحشة وحاسس بالرفض وحاسس بالهجر ناس انقطعت الصلة بينهم وبين احبابهم وهم عايشين سواء هم اللي قطعوها او احبابهم هم اللي قطعوا الصلة دي واحنا بندخل النهاردة اول ليلة من الليلة العشر وبندعي الله سبحانه وتعالى ان يعفوا عننا احيانا بيبقى في قلوبنا واجع جواه رجاء ان ربنا يصلح الاحوال بيننا او خوفوا ان ربنا يكون مش راضي عننا بسبب القطيعة دي وخاصة انت فاكرين فاكرين كلام حضرة النبي لما قال لنا ان ليلة القدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر المسلمين بليلة القدر يعني يعيل لهم ليلة القدر يقول لهم ليلة القدر في يوم الفلاني فخرج فوجد اتنين يتلاحيان يعني اتنين بيتشجروا فإيه اللي حاصل فرفعت ليلة القدر وبقينا ابن يلتمسها في العشر فعرفوا ان ليلة القدر وعلى فكرة التشاحن والتباغض والقطيعة دي بتفسد بتفسد مواسم ونفحات كتيرة زي ما يمكن تفسد نفحة النصف من شعبان ممكن كمان تفسد نفحة العشر الأواخر ونزاك رمضان فرصة عجيبة عشان الناس تراجع نفسها وتعيد تقييمها لعلاقتها وتنظر لنفسها في العلاقات دي مرة تانية لأن الله سبحانه وتعالى جعل العلاقات يا سيدي نعمة وانت لما تفسد العلاقات انت والعيز بالله بتكفر النعمة ومش بس العلاقات نعمة ده نعمة جواها نعم كثيرة جدا زي نعمة السند ونعمة الأمان ونعمة الونس ونعمة الصحبة ونعمة الدعم ونعمة الجبر الخاطر كل دي نعم وعشان كده نوع علينا أنواع وأشكال العلاقات وما خلاها لا حصرة لها عشان ندوق جمال تجل الله علينا بالرعاية والتدبير والحنان والود فالله سبحانه وتعالى قال الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن وود يعني ايه هيجعل لهم وود فالود ده تيزهر في العلاقات ويزهر في كل النعم اللي موجودة في العلاقات اللي احنا اتكلمنا عنها فالأصل في العلاقات إن هي نعمة ورز وزمان الناس كانوا يحسوا قوي إن وجودهم في حياة بعض نعمة وكانوا حرسين على بعض حرسهم على بعض بيخلي أطراف العلاقة بيشوفوا إن الاتنين مسؤولين عن سعادة بعض ودايمومة العلاقة ومحدش بيرمي اليوم على التاني حرس الناس على بعض ما كانش أبدا بيخليهم ممكن يفكروا يخدروا ببعض أو يخونوا بعض أو يقطعوا علاقتهم ببعض وكان ده مش ممكن يحصل حرسهم على بعض كان بيخليهم يحاولوا يصونوا علاقتهم ويصلحوها ويخلي القلوب دايما حاسة بالأمان وبالتالي حسين بالسند ويتميلي القلب بالدفء والونس وما كانش حد بيشتكي من الوحدة ولا الخوف من الوحدة أو الهاجري زي دلوقتي إيه بقى أسباب انتشار دلوقتي الوجع والإحساس بالوحدة وكتر قطع العلاقات ده اللي أنا عرفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وفكركم إن إحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن سؤال مهم جدا جدا طب إذا كان يعني سلام الوفاء بكل الجمال ده بأنسه ودفء وراحته وحمايته وأمانه وجماله طب إيه اللي بيخلي الناس يشيع بينهم اللي حصل بيننا دلوقتي من شيوع الإحساس بالوحدة أهم من أهم سبب من أسباب شيوع الإحساس بالوحدة هو سهول سهولة قطع العلاقات بيننا لأن بسهولة بقت العلاقة بين الأحباب وبين الأهل وبين الأصحاب وبين الصحاب السنين حتى حتى لو كانت طويلة بالعشرين سنة وبالتلاتين سنة ممكن نعمل لهم بلوك ونعمل إيه وخلاص نشيلهم من حياتنا إيه السبب بقى ليه ده ليه بنعمل كده ليه قدرنا نعمل كده ومش بس كده الناس مش واخدة بالا أن احنا بنورس ده لأولادنا كمان بنورس لأولادنا نموذج اللي هشاشة في العلاقات وأن الأخ يقطع أخوه ويكبر أولادنا ومحدش فيهم بيراعي أخوه ولا عايز يعيش معاه وبقى كل واحد فينا دلوقتي بإيه؟ بيني اللي أرقى بسهولة عشان مش عايز وجع دماغ آه المزاج المزاجية المزاجية من أكتر الحاجات اللي خلتنا نعمل إيه؟ ما نبقاش مقوفياء ما بينيش عايزين وجع دماغ وإنتوا عارفين إن أنا كنت أتكلمتكم عن سبع حاجات زادت فينا زادت فينا إيه؟ زادت فينا بشدة الفردانية وزادت فينا المزاجية والتشكك وزادت فينا المظلومية والإحباط وكمان زادت فينا الحساسية وزادت فينا العشوائية لكن نشوف كده الناس علاقتهم لما تكون علاقات حقيقية مش علاقات مكذوبة بيكونوا إيه اللي حاصل بيكونوا أوفياء للعلاقة بس هو ليه إحنا في الحقيقة كده كده مرتحين إن إحنا نقطع علاقتنا ويبقى فيه علاقات كتيرة في حياتنا الراحة فيها بتيجي من إن إحنا نحاول نعمل اللي علينا تجاهها تجاه العلاقات وإن إحنا نحاول نصلحها مش إن إحنا نهرب منها ونقطعها ونسمي العلاقات دي علاقات مسمومة ليه زادت العلاقات المسمومة عندنا صحيح فيه علاقات بيحصل منها أزا من أطراف ودي مش دعوة لتحمل الأزى الذي لا يطاق لكن هل كل خلاف وسوء تفاهم بيخلي العلاقة اسمها علاقة مسمومة مؤزية لما نحط على العلاقة استيكر مسمومة دي إيه اللي خلينا نحاول فيها لما كل طرف في العلاقة بيتم بالطرف الآخر إنه هو اللي أزاه يبقى مين أزى على الحقيقة لما كلنا بنعيط من الوجع وكلنا بنعيط من الأزى مين الأزى مين مين الظالم ومين المصدوم مين الغدار ومين الشخص السازج اللي اتحك عليه لذلك لازم نعرف إن أي علاقة إنسانية مش أنا محورها أي علاقة إنسانية بيبقى الحبل ما بين الطرفين والعلاقة ده مولود جديد لازم نرعاحنا لاتنين فعشان كده العلاقة مش جاية عشان تحقق مصلحة حد فينا ولا تشبه احتياجاته ده العلاقة جاية عشان هي مولود جديد إحنا الاتنين بنسهم في الحفاظ عليه وعشان كده الناس إيه بقى الناس أصابها لإحباط في العلاقات وفي ناس استبدلت أحبابها للأسف في العلاقات الافتراضية بس العلاقات الإنسانية حيامش تركة من بين اتنين ويا محلاها لما تكون كده بس الاتنين لازم يكونوا مسؤولين وأول مسؤولية هي إن كل واحد يراجع نفسه قبل ما يلوم بالطرف الآخر واحدة من أهم الأصول اللي كانت بتغرس وبتخلي الإمان موجود في حياتنا وتغرسه هي الأمان في العلاقات والمسؤولية عن ديمومة العلاق وإن كل واحد في العلاقة يبقى متطمن إن العلاقة دي منظورة بعين الله لحديث رسول الله عليه وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يبقى العلاقة دي مش بعيدة عن نظر الله ده اللي مألف من بين قلوبنا هو الله فالعلاقة منظورة بنور الله يبقى أول حاجة كنا بنفتقدها دلوقتي إن احنا نشوف العلاقة مرعية بنور الله فلما يكون الإنسان متذكر دايماً إن العلاقة دي مرعية بعين الله وهي أحد تجليات فإنك بعيوننا يبقى ربنا يكسيه بخلق الوفاء وساعتها يكون وهو يعيش ما بين الناس يعيش ما بين الناس أوفياء وهو يكون قادر على وفاء أيضاً حضرة النبي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم أكمل الأوفياء علمنا أن الوفاء رحمة فبرغم ما حدث له وتلقى من قومه إيه اللي حاصل جئوا هم بقتلوا عمل إيه حضرت النبي رفع إيدي للسماء ودعا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فنسبهم إليه واعتذر ليهم وكمان دعا ليهم بالخير وعلمنا صلى الله عليه وسلم إن أبجديات الوفاء في العلاقات اللي بتتجاوز حدوث زمان ومكان فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان قاعد جنب السيدة عائشة وما كانش بتعمل عنده طبيق كتير وكان يمر الشهر والشهرين ولا يوقى النار في بيت فلما بيتعمل طبيق كانت تبقى حاجة مختلفة يعني ده حدث يكاد يكون ممكن نسميه حدث السسنائي في بيت النبوة فيفتكر مين في الوقت ده يفتكر حبيبته السيدة خديجة فيقول اللهم هالة فيدعو وإيه اللي يحصل يدعو إن هالة صعبة السيدة خديجة تيجي عشان تأكل من الأكل اللي كان بتحبه السيدة خديجة ويبدو إن دي كانت حاجة بتحبها السيدة خديجة فعاوس حبيبته إيه اللي حاصل تفرح وهي كانت انتقلت شوف الوفاء يعني يسعد السيدة خديجة حتى بعد وهي في حياتها البرزخية بإن هي يكرم صحبتها في أبجديات للوفاء في أي علاقة لازم نلتزم بيها زي مثلا تذكر الفضل إنك تتذكر فضل فضل الطرف الآخر اللي معاه اللي معاك في العلاقة ودوات النص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وإنك تمتن لوجوده معاك في هذه العلاقة مجرد وجوده في العلاقة ده ده شيء يحتاج إلى لإنك تمتن ليه تاني حاجة تحاول تتفهم وتتعاطف معاه إنك تحاول دايماً تحط نفسك مكانه وتحس بمشاعره فلوه وزعل أنت تفهمه وتسمعه غير ما إنك أنت تتجاهل كل ده وكل اللي أنت تعمله إن أنت تنقضه وتحكم عليه لا أنت لازم تحط نفسك مكانه وتطلب اللي كان هو اللي أنت كنت تطلبه منه لو أنت في مكانه يمكن لما تفهم الكلام ده سوء ظن كتير وسوء فهم كتير يزول والقلوب تصفى وتفضل قريبة من بعض تالت حاجة من أبجديات الوفاء طول البال خلي بالك طويل وصدرك واسع مش أي مشكلة تحصل في أي علاقة تبعيز تنهيها طول بالك على أحبابك لأن طول بالك على أحبابك بيوسع صدرك وبيخليك إنسان أكثر راحة وأكثر سعادة وأكثر إشراقاً وأكثر رؤية للسعادة والمحبة في المستقبل تالت حاجة رابع حاجة وده شيء مهم جداً الشيء الرابع ده إن أنت تبين حرصك على أحبابك وفي أوقات كتيرة وخاصة في أوقات الخلاف وإنهم مش أعداء وإن الحرص ده بيدوب كتير من الصراعات النفسية ما بين الناس خمس حاجة من هذه الأبجديات إن أنت تستشير أصحاب الحكمة لو الباب مغلق ومش قادرت تصلح العلاقة بينك وبين أحبابك أو كانت العلاقة بتمر بظرفي مش مناسب وده لازم يكون دايماً ولازم يبقى تصرف دائم قبل ما تنهي أي علاقة تستشير أهل الحكمة وأصحاب الخبرة اللي هم يكون اليوم شعام النور ممكن يخترق أي قدار في قدار إنسد بينك وبين أحبابك في أي علاقة وعيساعدوك إزاي تشوف النور وإزاي تخرج من ده كل النصيح اللي احنا قلناها دي في أبجاديات في أبجاديات السلام الوفاء ممكن نقدر نوصل إن احنا نحققها من خلال التجربة نرح على حضراتكم اللي هي تجربة سلام الوفاء أول حاجة اختار شخص من العلاقات اللي هي لها أولوية ويكون بينك وبينه توتر في العلاقة وجرب واحدة من أبجاديات الوفاء اللي احنا ذكرناها جرب إن انت تستحضر الفضل بتاعه وجرب إن انت تعمل تكون حريص على بيان حرصك عليه اعمل كل الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها فده أول إجراء لو عملت ده هيكون ده له أثر كبير جدا جدا على بيان إن انت وفي لهذه العلاقة وتحس انت بالسلام وتحس ان انت مش أول ما حصل حاجة غدرت بالعلاقة وألقتها في اليم تاني حاجة ممكن نعملها عشان نخود تجربة سلام الوفاء خلي ليك ورد يوم اسم ورد الوفاء تدعي فيه بظاهر الغيب لكل أحبابك وخلي بالك إن فيه صحابة كانوا بيقولوا إن هم كانوا بيدعوا لسعابعين من أحبابهم في سجودهم وانت لما تدعي لهم هم عيحسوا بشعور تاني خالص هم عيوصلهم ده وربنا عيبلغ دعاك لقلوبهم فقلوبهم بتتغير كمان فيه إجراء مهمة جدا جدا في مسألة الوفاء لو أي حد كنت قطعت علاقتك به حاول ترجع مرة تانية وترجع العلاقة دي وإذا كنت حاسس إن كان لسه فيه فرصة لعياذي العلاقة أبدا أبدا ما تترددش إن انت تعيد العلاقة مرة تانية إلى مجاريها وإنك تعتذر وإن انت تقوله أنا رجعت نفسي ولاقيت إن علاقتك دي كانت مهمة جدا في حياتي والإنسان ما بيفردش في الحاجات المهمة في حياته بسهولة وده يكون لي عيخلي ده ليك مكانة كبيرة جدا جدا تتصور لو إنك أنت عملت كده مع زوجتك لما تكون أنتو الاتنين زعلنين من بعض وتبقى في الوقت ده تجعل من جزء من أجزاء الوفاء خيرهما الذي يبدأ بالسلام لأن اللي بيبدأ بالسلام ده الوفي اللي بيبدأ بالسلام ده الحريص اللي بيبدأ بالسلام ده المقلب ومنور بنور الوفاء وبسلام الوفاء وكل ما أنت اللي هتبدأ كل ما تحس إن أنت عندك سلام وطيابة الوفاء الحاجة الرابعة اللي أنت ممكن تعملها إن أنت تدعي الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء بدعاء سلام الوفاء تقول إيه وليه تكتب الدعاء ده وتردده تقول الوقت معاك في الصباح وفي المساء تقول اللهم يا سلام وسع صدورنا وطهر سرائرنا واجبر خواطرنا وإليمنا الحكمة والبصيرة لنع نورك وبذلك النور تجعل علاقاتنا أكثر جمالا وأكثر ودا وأكثر وفاءا واجعلنا شاكرين لنعمتك علينا بأن وفقتنا لتلك العلاقات وأن حفظتها بنظرك إلينا يا رب رجاءنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقتا كهذا الوقت عشان نجيب عليها بس بنذكركم أن أنتو بتحكونا عن تجربتكم مع سلام الوفاء لأن كل ما بتحكونا عن تجربكم بنزداد نورا ومنزداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا بيقول توفي يا أخي من عشر سنوات وبعد وفاته في المستشفى وقبل الغسل قالت لي أختي أوعدك بإني أحج لك لأنه كان يرغب في الحج قالت له أختي أوعدك بإني أحج لك لأنه كان يرغب في الحج ولكنه لم تأتي له فرصة رغم توفر المال معه وقد ورسناه أنا وأختي ووالدتي وأبناء عمي فالسؤال لهذا العام فازت أختي بحج القرعة ووهبت الحج لأخي لأنها حجت من قبل فهل تتحمل تكاليف الحج بمفردها أم أتقاسم أنا وهي الرجاء الإفادة لأنه موضوع عام مشاكل بنا أول سؤال هنا دلوقتي الحج أصبح كأنه دين على أخيك ليه؟ لأن أنت قلت أنه كان عنده مال وعنده قدرة بدنية أنه هي حج وتوفي وليس ولم يحج وهو ترك مال يمكن أن نحج منه والمال دا وزعته على أنه ترك فالأصل أنه كان يكون الحج من ماله وخاصة أن أختك قالت أنها تحج عنه في هذا العام أنا فاهم أن أنت وقلت أن أختك وابت له الحج دا يعني أنها تحج نيابة عنه الأصل أن حج أختك أن الحج دا يكون التكلفة من الميراس يكون التكلفة من الميراس ليه؟ لأنه كان ديناً على أخيك كان ديناً على أخيك باعتبار أنه هو توفي وهو يمتلك المال وقادر على الحج يبقى هو كان ديناً عليه فيحج عنه من ماله فهل بقى الوعد اللي وعدت به أختك هي قالت له أوعدك أوعدك يعني بأن أحجع لك أوعدك فالوعد هنا ممكن يكون بمعنين بمعنى الوعد أن الإنسان بيقول لحد أننا سأفعل كذا سأفعل هذا في المستقبل والوعد أصلاً عند الفقهاء غير ملزم إلا إذا ترتب عليه أزل الطرف الآخر فالوعد غير ملزم ولا هو تحمل للدين عن أخيك يعني إحنا عندنا حاجتين عندنا حاجتين بيتنزع المسألة اللي عندنا دي الحاجة الأولانية أن دوت نوع من أنواع الوعد والوعد غير ملزم الحاجة التانية أن لأ ده مش وعد ده إيه ده لأ ده واحد تحمل دين عن الآخر أنه بيقول له إيه أن أنا تحملت الدين اللي عليك الحقيقة الراجح في هذا الكلام أنه هو وعد وعد يعني إيه يعني هو بيقول له إن شاء الله أعمل ده مش إيه مش أنه تحمل الدين عنه لأن تحمل الدين يأتي بعد أن يكون الدين في الزمة هو إمتى الدين ده بقى في الزمة لما هو توفي هو لغاية قبل ما يتوفى لسه لسه ما بقاش مدين بالحج لكن هو لما توفي بقى الدين ده عليه فهي لما قالت له هتحمل ده عنك يبقى هي ما تحملتش الدين يبقى هو أقرب إلى الإيه أقرب إلى الوعد طب إذا كان أقرب إلى الوعد فالأصل إنه هو يتم الحج من إيه هو طبعا بلا شك إن الوفاء بالوعد أمر حسن لكن إذا كان الشخص بيقول لأ أنا والله مش أقدر أتحمل التكاليف كلها فأنا أرى إن هي مستحقة مش مسألة مستحقة أرى أن الأصل أن يخرج تكلفة الحج من ميراث الرجل لأنه كان عنده قدر على الحج لكي يخرج من المساءلة فيبقى داوة المفروض كان يخرج من الميراث وبما إن الميراث وزع على حضرتك وعلى أختك يبقى تكلفة الحج دا تكون عليكم أنتو الاتنين وليس عليها فقط طب والوعد اللي هي وعدته دا غير ملز هي عايزة توفي بالوعد دا وتتخيرهم بها ونعمة في حد ترتب عليه ضرر لي محدش ترتب عليه ضرر لي دا إحنا ورسنا المال إيه إذا كان فيه ضرر ترتب على هذا الوعد والضرر دا كان هيبقى في حق أخيك مش في حق حضرتك أما وإن هي وعدة الوعد دا والآن وقد يكون الوعد هي وفته بأنها ماذا جعلت هذا الحج لإيه جعلت هذا الحج لأخيك فهي عملت اللي عليها يبقى إيه اللي حاصل يبقى تكلفة الحج دي الأفضل والأوفق والأسلم والذي يكون موافقا لأصول الفتوى إن يكون تكلفة الحج بينكما وليس عليها فقط وخاصة إيه لما تبرعت بدا وقالت إن عليها عمل كده ما على المحسين من سبيل هي عملت اللي هي تقدر عليه بإن هي ماذا بإن الحج اللي هي فازت بيه دي عملت بيه وهبته لأخيك السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم كان عندي سؤال هل تعليق صورة شخص ميت على الحائط حرام أو أي صورة في العموم تعليقها حرام ده بي وكأنه بيتكلم على حديث لعن الله لعن المصورون فلعن المصورين هنا كثير من الناس كانوا فيما يتعلق بالتداين الكم بيعتبروا إن الصورة هي الصورة الفوتوغرافية وده كلام في الحقيقة كلام مالوش أصل مالوش أصل ليه؟ لأن الصورة الفوتوغرافية ده اختراع الصورة التي كانت موجودة هناك هي الصورة التي كانت يتعلق بها النحط يتعلق بها التمثيل الكاملة المجسمة بالأجسام الطبيعية لكن الصور دي حبس ظل وإلا كنا نكسر المرايا لأن الصورة الفوتوغرافية هي فكرتها هي نفس فكرة المرايا اللي انعكاس على جدار آخر أو على لوح آخر أو على شيء حساس آخر فالصورة ليست داخلة في هذا الأمر وعليه تكون الصور اللي موجودة في البطايا والصور اللي موجودة على المكاتب والصور اللي موجودة على الحوائط كلها حلال حلال يعني ايه؟ يعني هذه الصور ليست هي التي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابها بالطرد من الرحمة بالطرد من الرحمة ما حصلش ليسوا هؤلاء يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إنما الذين صنعوا الأصنام ولكي تعبد طب واللي ما عملوش كده اللي عملوا الأصنام لكي تعبد خلاص دول ما يكونش عليهم مش داخلين خالص أما الصورة اللي ذاتي الصورة الفوتوغرافية فيخرج عن إطار وخرج عن الكلام في هذا الحديث وليست كل ما سمي بالصورة يكون المقصود بها الصورة الفوتوغرافية لأن الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة ما شاء أركبك وإحنا صورتنا دي صورة فوتوغرافية لا الصورة هنا النواء ايه؟ كيان له أبعاد وله عمق هو دي الصورة فلكن الصورة الفوتوغرافية دي لا ليها الظل ولا ليها حجم ولكنها صورة التقطت فكانت تعبيراً وكانت دلالة عن الصورة وليست عين الصورة فهي دلالة عن الصورة وليست عين الصورة وعشان كده إيه اللي حاصل؟ هذه الصورة الفوتوغرافية لا تأخذ هذا الحكم بل هي يجوز أنها تعلق وأن تكون موجودة وليس فيها شيء السؤال بعد كده بيقول سلام عليكم تقدم شاب لخطبة فتاة وتمت الموافقة عليه ولم تتم أي خطوات رسمية وفوجئت به يتحدث مع عن العلاقة الزوجية وهل ستنفذ ما يطلبه منها سواء راضيت أو لم تقتنع فهل هذا طبيعي؟ الفتاة خافت وتفكر في عدم الموافقة وإتمام الزيجة الحقيقة أني مفيش في الخطوبة ليس من الفطنة وليس من الأخلاق وليس من الكلام عن مثل هذا الموضوع بهذه المباشرة والتعبيرات اللي قالت اللي حضرتك قلتها تكشف عن أني فيه مشكلة يعني التعبيرات اللي تقالت أنت هتعملي اللي أنا عايزه سواء رضيتي أو ما رضيتيش ده بيقول أني فيه معنى أو صورة للعلاقة الخاصة لدى هذا الشخص وده معنى أني هتتحول للعلاقة الخاصة أول حاجة بس أنا أقول شوية عنوين عشان تعرف القصة وهتعرف المشكلة فيه ده يدل عندنا في الإرشاد الزواجي على أن الشخص ده لو تجربة مشاهدات لعلاقات خاصة هو يريد أن يجعل الصورة التي في زهنه في الواقع طيب وهذا يحدث معه إيه با؟ ده يحدث من كثرة مشاهدة الأفلام أو شيء من هذا القبيل أو حتى السماع أو حتى السماع أو التخيلات وده بتبقى العلاقة معاه صعبة لأنه هو بيتحول إلى مركز العلاقة وعدم رضاء ورضاءه بيكون صعب فبيتحول العلاقة إلى علاقة بيتحول الشخص اللي قدامه إلى دمية وهو المعيار فيها لو لم يرضى خلاص العلاقة ما بتكونش مناسبة الحاجة التانية أنه بتظهر بقى فيها المشكلة هي الجرأة على الكلام في هذا الأمر بهذا بهذا المناسبة وأنت بتقولي أنه ما حداش علش أي حاجة يعني إحنا عندنا يا كل الخطوبة أصلا تكييف الخطوبة كلها أنه وعد بالزواج فما فيش حق للخطيب أنه يتكلم في أي حاجة لكن هو لما يجي يتكلم في العلاقة وخاصة أنا مستشعر أن الكلام اللي هو كلام فيه كان فيه كلام تاني مش بس هو اتكلم عن العنوان فقط واتكلم عن العبارة اللي أنت قلتها أن أنت هترضي أن أنت تعملي كل اللي أنا مطلوبه ولا لا لا يبدو أن فيه تفاصيل فإذا كان فيه تفاصيل فهذه جرأة غير محمودة وتكشف على أن الإنسان ما عندوش اتزان كافي فيما يتعلق باللياقة الاجتماعية واللياقة الأخلاقية كمان أن هو يتكلم في كلام عن علاقة خاصة لا يتكلم فيها إلا الزواج في هذه الفترة أصدق أنت بكلمك باعتبار أنت سألتيني في بعض الناس هايجاوبوا إجابات ومش هايسألوني السؤال ده لكن أنت سألتيني فهل ده مناسب؟ لا ده مش مناسب أنا دلوقتي بعمل إيه؟ بقدم لحضراتك استشارة بأن واضح أن منظومة قيم الشخص ده بتختلف عن منظومة قيم حضرتك أدي الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها لك إن هو منظومته في القيم منظومة فيها جزء جدا 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 كمي نفعي هو بيتكلم عن مصلحته لكن ما رعاش ما يسمى بإطار الحياة وبإطار المسافات التي بينكم باعتبار أن لسه ما فيش لعكات بكتاب ولا أي شيء فأنا رأي إعادة تقييم إعادة تقييم المسألة برمتها يعني أنا ما بنصحش حضرتك أن أنت تقولي لأن ممكن يكون الكلام ده قالوا من نصيحة من حد قالوا ايه اتكلم في الموضوع ده دلوقتي عشان ما تحصلش فيه مشاكل لأن فيه بنات بتتعب الأزواج فاتكلم فيها من دلوقتي ممكن يكون تلقى نصيحة فإحنا محتاجين نسأله إنت ليه تكلمت في الموضوع ده وليه كذا 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 إنت لما نتكلم عاتبص الحاجات اللي أنا قلتها لحضرتك هاتبان ملامح ليها يبقى إذن إحنا إيه اللي نعمله نعيد تقييم الموقف مرة ثانية وبعد ما نعيد الموقف تقييم الموقف مرة ثانية نعمل إيه ناخد القرار ويستحسن كمان إن يكون فيه استشارة أوسع من كده وأعلم بحضرتك فيه أعلم بحضرتك منتو الاتنين في مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتالي المصرية عشان نشوف ملامح الأمر ده ممكن تكون إيه لكن هذه الاستشارة بتقول إن فيه خلاف على نقطة حمرة لابد إن احنا نقعد عليها ونتكلم فيها بالتفصيل يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن سلام الوفاء اللي بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه ويكتب لكل واحد فينا إنه يكون من أهل السلام ده لإن سلام الوفاء ده بيكبر واحد في عينين أحبابه ويخليه في مركز اهتمامهم ويخليه دايما سندهم ويخليه دايما من أكتر الحاجات اللي بيطمئنوا إليها ويخليه حاسس إنه إنسان وإنسان حقيقي لما يكون هو وفي والناس تحس بوفاءه وتعالوا ندعى ربنا سبحانه وتعالى إنه يجعلنا من أوفياء ونقول اللهم يا سلام وسع صدورنا وطهر صرائرنا واجبر خواطرنا وألهمنا الحكمة والبصيرة لنرى نورك في علاقاتنا وبذلك النور تجعل علاقاتنا أكثر جمالا وأكثر ودا وأكثر وفاءا واجعلنا يا رب العالمين لنعمة أنك وفقتنا لتلك العلاقات شاكرين وعليك فيها معتمدين ولاها حافظين بوفاء يا رب العالمين